ترجمة نانسي قنقر 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 في البادية سنكون مخلصين في هذه المسألة ونكون ملمين بها وعارفينها مزيان نجعلها مفاجأة للمشاهد إن شاء الله ونجعلها مفاجأة للمشاهد العنصر يشوفوا ما هو وقع يتبقى ويقلبوا على ما هو وقع كيف أشفى طيما كيتبان بمضربة في عينها ومهرسة من الدائرة ولا مات في عينها ومهرسة مهرسة مهواله كيف يقولون الناس ولكن في الحقيقة لم يكن غيابا كانت واحد لفترة دي لسانة تقريبا بعد مصلصة حديد دان وبنت الحراز فترة دي لسانة تقريبا اللي كانت فيها أنا وقفة دي لدي لتأمل ولكن كانت مشاركات عديدة كانوا أعمال دولية شاركت في أعمال دولية ثم شاركت في برنامج مداولة بعيدة حلقات تبارك الله ما شاء الله إذا وكما كانش غياب هاد السانة هدي شاركت بجوجة الأفلام للقناة التانية وهانا في هاد السلسلة وكاينة القناة الأولى عاود شاركت في برنامج مداولة بعدة اسميتهم فما كانش الغياب هاد شي كيتناولوا الإعلام على أنني ما كان نظهر الشي في بعض المسلسلات ولا في بعض الأعمال هم أعتبروا غياب وإقصاء ولكن هو ما كان إقصاء لغياب لا تشي حاجة موسيقى أكيد أنا قلت هاد السلسلة أنا قلت لكم عندي جدا الأفلام دابا لكن كان الفيلم الأول فيه الدنيا بوتازوت وعزيز الحطاب اسميته نصيبة إنتاج القناة التانية اسميته قسم الإنتاج إمبرود عبد الرحيم مجد كان العمل الثاني اللي اسميته جبل ربحا كان فيه رفيق بوكار وكان فيه مجدولين وكان فيه عبدو ربيه ومجمعا ممتلين لكن هاد هم الأعمال اللي غاديكون ان شاء الله ها فرمدان اللي انتظروا الناس البرمجة اللي كتكون قبل أسبوع قبل رمضان غادي عرفوا التوقيت دي الأفلام وكان هاد المشاركة وكان احبج خراح يعني هاد العام كان عندي مزيان الحمد لله بخير وعلى خير كل نصيبة بشكل كان واحد نصيبة وكان واحد نصيبة خراحة جوش النماذج يعني مختلفة جوش نماذج للنصيبات وكاني النماذج خراحة كتير يعني اللي بجوجهم مع ابناتي دائما في الأفلام بجوج كنت فيهم نصيبة ديال الراجل ماشي نصيبة ديال المرأة يعني بنتي ولكن العلاقة في هاد بجوج الأفلام مختلفة من فيلم الآخر مختلفة العلاقة بيني وبين نسب ديالي نصيبة نصيبة ما سوولوا نصيبة ما نقولش لكم سوولوا نصيبة ولكن هنقول لكم سوولوا نصيبة هم اللي غادي قولوا لكم علاقتي بيوم يعني كينوا واحد العلاقة كبيرة متميزة زوينة الحمد لله وحسنت سوولهم هم اللي غادي قولوا لكم شكونا يا فاطيما من غير فاطيما والشاي اللي دارتوا واحد العدد ديال النماذج ديال المرأة المغربية فيها الزوجة فيها الزوجة فيها الشريرة فيها الطيبة فيها المغلوبة عن أمرها واحد العدد كبير ديال النماذج ديال الأعمال وديال الأدوار اللي درت فكتبقافة طيما والشاي مستقلة بشخصيتها ممكنش عندها لا تؤثر في بشكل كبير يعني كيمكنين ندخل لها الشخصية ونخرج منها الشخصية بكل سهولة ما كتبطرش فيها الأدوار بزاف يعني في ذلكين شنو السبب اللي خلاني يدير تيك توك هو السبب اللي عند الناس كلهم لاننا احنا في واحد العهد ديال التكنولوجيا وديال شوسي ميديا وديال مواقع التواصل الاجتماعي فانا كيبلي بانه الفنان والمتقف هو أحرى وأولى بأنه يولج هذا العالم هذا حسن من واحد آخر ما دام اللي غيجي الفنان غادي يجينا بأفكار غادي يجينا بواحد العدد مراقشة بعض المواضيع بعض الظواهير الاجتماعي اللي كينك تطفو على السطح ما فيها حتى الشوسي ميديا وشكل داخليها وشلو كيديرو فيها وتفاها وروينا ودك شكلو فالأحرى بالفنان والمتقف يكون في المواقع التواصل الاجتماعي بادل بادل بعض الناس الفارغين اللي كيرووجوا الشيح وجلي ما سالحاش لنا المجرمع ديالنا ولي كيتطرو بها أجيال وأجيال فمشي عيبة حتو كان بعد المرات كان لقاش انتي قددين شو عددتو مدخلتو وراحنا اللي خاصنا ندخلوه ما شيفي راحنا اللي هده داخلين فطمع علاقتي أنا ما وقع التواصل بشي معي قديمة بزاف يعني فغا نكون من الأوائي اللي غا نقول لك التاريخ التعجبي شح موحد كيسوني يقولي وش عندك الانستغرام عندك الفيسبوك اللي مشوا تقلبوها دوك اللي كيسولوني غا يلقوا بأن الفيسبوك ديالي أنا كان قبل منهم كاملين هادي ماشي قانانية ولكن هذا واقع أنا مرة كان سير العسر كانت دوق كل شيء أي حاجة كي تجيبها الحياة فأنا كانت مشا مها احفيدي كلما عزازين علي وكلما كل واحد عنده واحد المكانة خاصة في قلبي لأنني بحالة نعود نعيش ذاك الحياة ديالي مع وليدتهم اللي كانوا صغار فعلاقتي بيهم كاملين زوينة علاقتهم بيها زوينة بززاف مرتبطين بيها بززاف على الرغم من المسافة بعض الأحيان تكونوا بعض الحفاية ديالي اللي هما بعاد شوية ولكن كنا علاقة دائما كنا نعود نأكدوا على موقع التواصل لأنك قرب البعيد فدائما عندي علاقتي بيهم قوية جدا وقاربة جدا موسيقى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الكلمة الأخيرة لا تنسوش تزورون على صفحة رسمية دياللالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلك كل جديد موسيقى موسيقى